السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وفيديو جديد فيديو مفيد على قناتنا والنهاردة موقع جديد كليا موقع النهاردة هو موقع gama.app هذا الموقع تقدر أنك أنت تستخدمه علشان تعمل عروض تقديمية وdocuments وwebsite من غير ما تحتاج design من غير ما تحتاج coding skills الموضوع باستخدام الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي كل يوم بيبهرنا بكل جديد يلا بينا نشوفه النهاردة الذكاء الاصطناعي حيعمل ايه من خلال موقع gama.app أول حاجة حنخش نعمل sign up for free وفيه كمان خطة مجانية وديه اللي حنشتغل عليها النهاردة حعمل sign up for free وانتقل إلى الديشبورد الخاصة بالموقع بعد ما حنخش على الموقع ونسجل فيه حيطه بس منك شوية أسئلة كده يسألها انت هتستخدمه للpersonal use ولا هتستخدمه للwork انت هتجاوب على الاسئلة دي وحتلاقي نفسك دخلتها لطول على الديشبورد اللي قده أول ما نخش على الديشبورد هنلاقي what would you like to create today ترى انت عايز تعمل ايه presentation ولا document ولا web page هنا هنشوف الثلاث حاجات ونجربهم مع بعض تعالوا نجرب مع بعض أول حاجة وهي generate presentation هنا انا هاقف على presentation وحاجة اختار يكون البرزنتيشن بتاعتي على سبيل المثال 8 cards ذات ديفولت مثلا هما حطينه ممكن نبقى من 6 cards 5 cards 4 cards زي ما انت عايز وcards هنا معاناها slide يعني هنا الكارد بتساوي slide كده زي بالظبط انت بتستخدم الpowerpoint لو انت عايز تطلع اكتر من 10 cards هتكون في البرو بلان فاحنا هنا في البرو بلان فهنجرب ال8 cards بالمنظر ده كده هنا بتختار اللغة بتاعتك هل بيدعم اللغة العربية بيدعم اللغة العربية لو انت عايز تختار من اللغات هنا اللغة العربية ممكن تختار اللغة العربية هخليني على اللغة الانجليزية زي ما هي وهنا try it out تعطيني يعني افكار ممكن انا استخدمها ولكن انا هنا هقوله انا عايز اي بالظبط هنا طبعا بيوريني الطريقة اللغة انا ممكن استخدمها lecture مثلا عن كذا ممكن ان انا اعمل keynote عن digital transportation in the banking pitch deck for a new social media platform على حسب انا عايز اي هنا مثلا ممكن اقوله how to use a social media how to use a social media effectively in promoting product ازاي استخدم social media effectively in promoting a product في ترويق لمنتج ما هنا هقوله generate outline وشوف كده هيدديني ايه هنا هيدديني ال outline الاول وحدة اللي هي بتبقى لكل slide introduction to social media promotion understanding your target audience افهم الفئة المستهدفة choosing the right social media platforms اختار ال social media platform المناسبة لترويق ال product عليها creating engaging content utilizing paid advertising and influencers analyzing and optimizing performance الحاجات دي كلها وفي الاخر خالص بتقيس ال ROI او العائد على الربح ممكن تأد كارد وممكن تكتفي بالأد كارد زي ما انت عايز ال amount of text per card اللي هو text at the e موجودة في slide هال brief هال medium هال detailed brief هيبقى التكست قليل ال medium متوسط detailed يكون مفصل اكتر انا هختار ال medium وهنا ال image source ال web image search هل تحبب ان هو يجيب لك ال image من ال web ولا ال ai image generate original images and graphics with ai لو انت حابب تختار دي ممكن اقف عندها ممكن موجودة في الخطة المجانية ما فيش اي مشكلة انا بيقولي ال image style لو انت حب ان انت انت تحطي describe the colors والstyle or node to use انا حسيبه هو يختار وبعد كده هقول له generate وهنا حياخد منك حوالي 40 credits من الفري credits اللي عندك هنعمل continue ونشوف النتيجة هنا هو اعطاني preview لل theme بتاعي ممكن انا اروح بيك theme بتاعي من هنا لو انا حبه هنا مثلا ممكن اختار theme بتاعي باللون ده ده هنا body and link مثلا مش عاجبني اللي هو اعطه لي اول مرة فقالي لو تحبي تختاري من theme دي انا شايفة ان theme ده افضل من وجهة نظري حبتزي ان انا اختاره طبعا ده زوق شخصي كل واحد بيختار زي ما هو عايز بعد كده حبتزي ان انا اقول له generate بعد ما عملت بك theme واخترت الكالر حبتزي ان انا اعمل generate علشان يعملي generating دي البريزنتيشن بتاعتي هنا ده اول cord introduction to social media promotion باي مروة سليمان هو اخذ الاسم من ال profile بتاعي حيبتزي يعملي cord cord زي ما احنا شايفين كده ال ai هو اللي بيعمل كل حاجة هو اللي بيعمل content هستنى لحد ما يخلص ال 8 cards ونشوف الامكانيات الموجودة ايه لممكن ان انا اعملها على presentation خلاص هو كده خلص ال 8 cards هنا في امكانية ان انت تعمل edit للكلام المكتوب وتغير فيه وتضيف images وتعمل كل حاجة من ال edit هنا هنا edit with ai ان انت تطلب من ان هو يغير لو انت حابب هنجربها مع بعض دلوقتي ونشوفها وممكن هنا انت تعمل edit عادي جدا دي التاكس تويت بتادي ان انت تزبط في الكورتز بتاعتك understand your target audience هو اعطيك الكلام حتى يعني انت مش هتتعب في ال content ولكن طبعا انا انصحك ان انت تضيف عليه وان انت تعدله وانت تقرأه وتشوفه اذا كان مضبوط ولا لا choosing the right social media ازاي تختار ال social media platform الصح creating engaging content ده ال 8 cards وكمان اعطيني photos related دي الحاجة اللي انا بتكلم عنها لو انا عايزة اعدل حاجة معينة اعمل ايه ممكن ان انا مثلا اروح هنا لل ai بقول edit with ai وهنا بيقول لي hi hi marwa i am your ai designer partner هل انت عايزة تexpand more details make this more concise split this into column suggest بيديني يعني شوية حاجات لو انا عايزة اغير في card معين انا مثلا سي حافطارد ان انا وقفة في ده مثلا هاقف في كده هاقول له give me more visualization card ده هاشوف هنا ممكن هو ويعدله لي هنا بيقول لي sure i will adding more visualization اقول له give me more visualization اعطاني اقتراح تاني ده المقترح وده ال original لانا ال original حبه اكتر حخلي ال original زي ما هو يعني ممكن هنا ممكن اقول له put the content into table format مثلا هشوف هيددين ايه هيددين اعماري formatting لال content اللي جوه او المحتوى اللي جوه في table زي ما احنا شايفين عجبك ال table بتبتدي انك انت تعمل صح او ان انت تختار ال original انا بصراحة شايفة ان هو من الاول خالص بيديني اجابات دقيقة يعني مش محتاجة ان انا احطه في table لان الشكل ده هيكون افضل وتبتدي ان انت تتكلم مع المساعد بتاعك بالذكاء الاصطناعي هلو بقى ان اعمل present لي presentation بتاعتي عشان اشوفها كده في شكل presentation ده الشكل الخاص بال presentation اللي هو خد full screen هتحرك فوق تحت card card عشان ابتدي ارجحها على full screen زي ما احنا شايفين عملت skip على الكيبورد عشان ارجع للشكل اللي كنت عليه الاول زي بالظبط كده ما بتتعامل مع powerpoint هبتدي ان انا اعمل share لي presentation بتاعتي ممكن اعمل export presentation ممكن انزلها كpdf ممكن انزلها كpowerpoint ممكن تنزل معي ممكن كمان انت نزلها كpdf زي ما انت اي عايز تعالوا بقى ارجع مرة تانية للموقع بتاعنا ونشوف عندنا ايه تاني ممكن احنا نعمل احنا جربنا presentation تعالوا نجرب حاجة ايه تانية هروح لي create slash generate بالمنظر ده كده وابتدي اروح اقف على ال document واشوف ممكن اعمل ايه في ال document هنا بيقول لي resume for an influencer انا هقول له اعمل لي resume for a professional web developer مثلا وحبتدي ان انا اقول له اختار اللغة الانجليش واقول له generate outline هنا هو هيعملي resume فبيقول لي resume هيكون فيها personal information objective skills work experience projects education certification references كل الحاجات دي هتكون موجودة في resume ودي الحاجات الطبيعية الموجودة في resume لو انت عايز تضيف حاجة تانية ابتدي ان انت add card ولكن انا مش هضيف حاجة تانية هنا هو default بتاعه او paste ل resume بيقول لك detailed هي دي المناسبة للصيرة الذاتية فانا هسيبها زي ما هي بيقول لي image source web image search ولا ai مش حلا في اي حاجة هبتدي ان انا اقول له continue وايضا هتكلفك 40 credits من free credits بتاعك بتبتدي تختار الثيم بفضل دايما في resume ان انا اختار الثيم الفاتح الالوان الفتحة هاختار ده بالنسبة لل body and link وبعد كده هقول له generate حيبتدي ينشئ لي resume بالذكاء الاصطناعي كل اللي عليك ان انت لو انت web developer انا بديك example يعني حتبتدي ان انت تشيل يعني حاجات وتحط حاجات زي مثلا ال education وزي work experience انت اشتغلت فين والحاجات دي كلها وال projects اللي اشتغلت عليها كل الكلام ده هتبتدي ان انت تحطه هو بيديك الشكل وبيديك الكلام ال professional المفروض دي يتكتب تعالوا كده نبص هو اعطيني ايه professional web developer resume هنا المفروض حيكون موجود فيها ايه هنا personal information دي اول حاجة معايا personal information الخاصة المفروض بالweb developer الشخص الweb developer والobjective وال skills بيعمل ايه والwork experience بتاعته في ايه الحكاية بتحط حاجات خاصة بيك انت ال project بتحط ال project بتاعتك بتشيل ده لو انت اشتغلت علي e-commerce website اوكي لو انت ماشتغلتش بتحط الحاجة بتاعتك وال education بتاعتك تحط university name هو سايب لك كده ما بين قصين تحط الكلام ده وال certification وممكن تضيف اكتر لو انت عايز فبالنسبة لي الجزء المتعلق بال resume مثلا وانا حستخدمي document حستخدمه في ايه اعمل present view هنا ابتدي انزل drop down list هنا واشوف حيبقى شكله عامل ازاي ايه حرجع تاني skip وحبتدي ان انا اشوف في share حيقدر انه هو يعمل لي export بانه فورمات في pdf وكمان to powerpoint انا في الغالب resume بتكون pdf نيجي بقى للجزء الثالث والاخير وهو ان انا حعمل ويبسايد باستخدام gama.app فهروح على gama.app slash create slash generate وابتدي اروح اقوله الweb page وهنا بيقولي describe what you'd like to make عايزة تعملي web page متعلق بيه حقوله landing page for a product مثلا على سبيل المثال وهنا حط الproduct مثلا هقول ic3 free course مثلا ويه ده الكورس بتاعي على اليوتيوب فهتدي اقوله generate outline هنا welcome to ic3 free course what is ic3 وكل الحاجات دي وcontact us او ممكن هنا ما اقولوش contact us هقوله start to learn مثلا وحبتدي اقوله ده برضو بالنسبة للsetting تقدر تعدل فيها وهنا هقوله continue ونشوف هيديني الweb page بتاعتي هتكون شكلها عامل ازاي pick a theme هاختار وابتدي اقوله generate ودي الweb page بتاعتي welcome to ic3 free course enroll now هادي الكورس كوريكلم بتاعي هنا انت طبعا بتروح تعدل على الكلام ده مش بتسيبه كده زي ما هو اكيد يعني بما اتناسب مع الكورس بتاعك ده بالنسبة لي الويب بيج عشان تعمل بابلش تعال كده نشوف موضوع البابلش هيكون عامل ازاي بريفيو زيزبي ده هنا البريفيو على التابلت وعلى الموبايل وعلى اللابتوب مثلا او على الديسكتوب حرجع مرة تانية كده باك ويتقدر ان انت تعمله بابلش فبيكون الدومين هو على الدومين الخاص بي gama.app لو انت حابب وتشيره مع الاخرين ده بالنسبة للجزء المتعلق بالويب بيج بصراحة انا شايف انه هو ممقع ممتاز جدا من وجهة نظري في كذا حاجة وانه بيعمل presentation يعمل document يعمل ويب بيج جدا بتتعامل باستخدام اذا كان اصطناعي فوقت قصير زي ما احنا شايفين كله عليك ان انت بتعمل edit سواء على document او powerpoint او الويب بيج زي ما بقولكم في نهاية كل فيديو اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو انهاردة بنحاول نقدم كل جديد وكل مفيد خاصة في تطبيقات ومواقع الذكاء الاصطناعي اللي ممكن تفيدك في حياتك العملية او في دراستك او باي شكل من الاشكال اشوفك في فيديو قادم وزي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو بتشوفنا الاول مرة ولو كنت من متابعين الاعزاء متنساش اللايك وشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة